قائمة المنقلات في الحالتين ايه بقى اللي بيتم سواء في الخلعة او في الطلاق والله حضرت قائمة المنقلات دي عاملة زي عقد الامانة شبيهة شوية بقصال الامانة ان الراجل استلم على سبيل الامانة الحاجات دي ليردها في يوم ما الى هذا الشخص بمعنى ان هي بعيدة عن قصة الزجق او الطلاق بمعنى ان هي بتستحقها في الحالتين في حالة الطلاق او الخلعة بتستحق قائمة منقلاتها كاملة بمعنى ان هي حتى لو مخطوبة وفي قائمة منقلات من ان يتحركها لسبب ان ده عقد عاملة زي عصال الامانة بالزبط